ازاك يا دعائي؟ ازاك يا حربي تفضل ما الدنيا فيه؟ موجود دنيا خلي هنا يا حربي بقولك يا دعائي؟ نعم عاملين لبقتن جنين احمى بس على النار هادي ماشي حوض خير يا حربي خير يا دوريا؟ زي بقول انك جيت الحطة وصالت عليها اه قول لي بقى يا حربي احكايتك انت وعانتر وعزموا راشوامل بتسألي ليه؟ اصلا اول مبارح كنت انا ودعاء عند عانتر في العوامة ومن اول الليلة كده وانا حاس ان في حاجة غريبة بتحصل حاجة ايه؟ مش عارفة هما كلهم كت اعصابهم مشدودة كأنهم مستنين حاجة هتحصل وعانتر ورشوان علصتهم على بعض وفاجأة كده لقيت رشوان خرج برا العوامة والتليفونات اشتغلت وعانتر بتكلم في التليفون وبتكلم عن مضاعة مسروقة وعربية بتتحرق وجاب صرتك انت اوزين يا حاربي هو فيه ايه؟ انا بجد مش فهم مفيش حاجة يا دوني يعني ايه مفيش حاجة؟ انا رحت مبارع على الحتة وسألت عليك ولحد عارف عنك حاجة انت اوزين فيه ايه يا حاربي تمخبي علي ايه؟ انا قدامك اوها بيت وزي الفل انا حاسة انك مخبي علي حاجة يا حاربي بوس انا مش من حق الدخل بس انا بجد خايف عليك الناس دول اسيا قوي ومفيش في قلبهم رحمة وانت مش قدهم يا حاربي مش قدهم عزمده حطك انت وزين في دماغه وعمل زي الحية لدغته والقبر خبيش علي يا دوندن عمر الشاي بقى مش مع الناس دول يا حاربي مش مع الناس دول انا بجد خايف عليك طبنا ما يحرمني منك ولا يحرمني منك انت كمان ويخلي لي حسك في الدنيا مرسي يا حاربي يالله بابا تفضل مالفين اماني مش عادتها تتاخر والشكلات بي زمانها جاي يا عم odd هى ملها امان انداخل اتمن علي ايه يا اماني مالك مفيش حاجة يا بابا مفيش حاجة ازاي دخلة ضربة بوز وملكيش نفسي تأكله وتقولي لي مفيش حاجة بقولك ايه يا اماني ايه وعد تكون حكاية العريز دي هي اللي مباياك انا سبق وقلتلك القرار قرارك وما حدش هيقدر يجبرك على اي حاجة طول ما نعايش رب انا يخليك لي بس الحكاية غير كده خالص احكيلي اماني افتحيلي قلبك اكرم يا بابا بيعملني كأن طفلة صغيرة مش عارفة هي بتعمل ايه او كأن المتهمة عنده في القسم ايه اللي حصل بالزبط يا صح ان هو يهدد واحد لمجرد ان يبقى قبله وبعمل معاه حوارات للمجلة لا طبعا ما صحش بس اكيد اكرم اتصرف بحسن نية اه قوليلي اماني الواحد اللي بتتكلمي عليه ده انا عرفه حرب حرب المهدي اللي كتبت عنه الموضيع اللي فاتت في الجورنار ايوة بس اكرم قال ان الولد ده مشبوه ومشجل خطر ولسه خارج من السجن قريب واذا كان هدده فده من باب خوفه عليك وعلى مصلحتك يا بابا حربية غير كده خالص ده انسان شهم وجدع وشجاع وكمان متعلم متعلم؟ اه يا بابا هو كان في كلية حقوق بس كان فيه ظروف حصلت كده وخليته ما يكملش واضح انك متحمسة قوي للي اسمه حاربي ده لانه يستاهل لما الواحد يلاقي حد جدع وشهم وشجاع لازم يقف جنبه ويشجاع مش يهدده ويهينه عموما انا هطلب من اكرم انه ما يتدخلش في شغلك وهطلب منك انت كمان تخلي بالك من نفسك واقع تنسي في لحظة ان اخوك الزابط مباحث وان ابوك الليوة حسنينا المصري اصدك يا بابا انت فاهم عصدي كويس يا اماني انا سيقة فيك ملهاش حدود بس في نفس الوقت ساعات الانسان اندفاعه وحماسه بيعميه عن حاجات كتير قوي اسيبك دلوقتي ترتاح وتفكري في الكلام اللي انا قلتهولك تصبع على خير يا حبيبتي لو ما كنتش جيت النهاردة وتزعيلت منك وقطعني لا تقطعيني اي معلمة انا فعرضي يعني لو زعيلت مني ولا حاجة مش مشكلة هشقلبلك كده وعملك ارد لحد ما صالحك لكن تقطعيني واكتب اللي ما قطر كلامك بقى حلو قوي ومعسل وبقى بيدوخ وانا قدر عليكي برضا معلمة ده انا غلبان غلبان كلامك ده ما يخشش على معلمة زي لفة ودايرة والدنيا خبزاها وعجناها لكن يخش على عيالة صغيرة بيت مبارح ملهاش خبرة ومش فاهمة الدنيا شكل هاي كلامك ده وراء انا قصدك يا معلمة قصدي على البيت الصحفية اللي رايحة جاية وراك في كل حد تدمارك راحك لمعيد قاوة معلمة انا مفيش حاجة بيني وبين الصحفية دي دي لا من توبي ولا انا من توبك انسي يا معلمة ده موضوع وتقفل انسي انسي وخليك معايا انا انا دايما معاك يا حربي المهمة تبقى انت معايا وعلى اقولك انا وانت دلوقاتش مع بعض مش عايز افكر في حاجة تانية اشتغل يا ليلة من ناكلوة انا بنت اللكاعة انا مش عايز اتلافظ انا قلت اه صباح الفل يا رجالة صباح العسل يا عريس ما المعلمة فيه لا المعلمة مش جاية النهاردة مرهن شوية قصلا ما اخز اعني ضهرها واجهة بحبتين لا 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 الف سلامة حقها برضو يا زين حقها دي ايه لا الزوف اللي عالصبح ده يا بركة لا باقولك ايه اللي هو بركة ده في العيشة مجاش اللي جي المعلم بركة العيال بقى انت فاهم ماشا معلم بركة فطرت ولا اجيب لك حاجة تشوق بيه ريئك لا الحمد لله فطرت لا الف هانا الف هانا حمام برضو لو في حد بفتر حمام عالصبح يا مغافلة انت بتاعتها يا اخي انت بتاعتها على رأيك ده لا عاتب فطار ولا عاتب عايشة اعاوزوا بالله من عينيكم تجوز اللهم احفظنا يلا بينا عم زين ايه يا من راح فيه نوص الله بصلاح تبقى انسيبوا المستوضع لوحده بركة بقى في المعلم ولا يا معلم ايه زينب تك انتوا على ما تلاقوش كل شي تحت سيطرة اتفضل انت اتفضل انت اتفضل يلا عم زينب سلام يا ده بركة لا وانا معلم بركة بقى ايه ده اشتغل يلا منك له ايه مش عايز اترفز قلت بس انين انت هنا يا راح حاضر يا باشا ضربة هايلة يا عديد باشا قلت شاد؟ اه لنا يا نعيم في معادك بالضبط تلعب معايا؟ تلعب معايا؟ ايه لا طبعا يا باشا انا مش عادتك في اللعب فلاش تواضع يا نعيم بان انت نعيم كبير قوي بس عادتك من بعض ما عندوك يا باشا على فكرة قالكم فترة كده في الجلمان بتاعك شدين حلكوا علينا شوية الموضعات اللي بتنشروها عن التعذيب في الإقسام وعن البطل اللي هيخلص الناس من الظلم الموضعات دي بقت مزعجة شوية نعيم وهو كله للمصلحة باشا مصلحة مين؟ مصلحةنا كلنا المواضع دي احنا فعلا بنستفيد منها كمعارضة بنخلي الناس تحس ان احنا وقفين معاهم وبتدافع عنهم لكن في نفس الوقت ساعدتك انتو كمان بتستفيدوا منها ويمكن بتستفيدوا منها اكتر كمان لان احنا كده بتبينكوا في عيون الناس كلها ان انتو ديمقراطيين وبنعلن للدنيا كلها ان البلد فيها حرية رأي وحرية تعبير وبعدين ساعدتك كل اللي بيتكتب ده كلام مجرد كلام وينفس عن غضب الناس ويريعهم ويخطرهم بدل ما يخرجوا في مزاهرات ويعملوا اضربات وعاتصابات والحاجات البيخة اللي ملهاش عازة والبلد مش نقصل ومين دون ساعدتك ايه يا نعيم بس الشيء لو زال عن حده بتقلب ضده وبعدين الحرية ليه يا حدود احنا داخلين على انتخابات يا نعيم لازم تهدي اللعب شوية اللي تؤمر بيسا حدك احنا همنا المصلحة وساعدتك سيد العرفية المصالح بتتصالح مش كده ولا ايه باشا تعجبنا يا نعيم قول لي بقى اخير اخبار العملية الاخيرة والله هو كان حصل فيها شوية مشاكل كده بس عدت على خير والحمد لله كلها يومين ثلاثة بالكتير ونصيب ساعدتك يدخل في حساب ساعدتك في البنك بتاع ساعدتك اللي في لندن عظيم عظيم يا نعيم ايه بقى الموضوع الخاص اللي انت عايزني فيه هو في الحقيقة موضوع محرك شوية بس انا محتاج اخذ رأي ساعدتك فيه فعلا موضوع ايه واحد اعرفه والله يسمحوا بقى سرقني وهرم وسافر سافر ومش هيرجع تاني خالص اكيد اليومين اللي جايين دول حيحصل لت وعجن وراجي كتير حواليه من مصلحتنا ان احنا نقفل على الموضوع ده خالص يعني يا ريت اي بلاجات استفسرات اخبار اي حاجة يتعتم عليها تماما دوته فشوهان ابو الدهب اللي انت دوافنته في جننتك حي مش كده الله دو انتوا بجانباركوا مني كوي سوي هههههههه احنا مفيش حاجة في البلاد منعرفقها كل كبيرة مزغيرة لازم نعرفها كل شيء لازم يكون تحت الطيطرة